بسم الله الرحمن الرحيم كان الله جل جلاله ولم يكن شيء غيره هو الله الأول جل جلاله ولا خلق غيره الله ولم يكن شيء معه الأول فليس قبله شيء الله الصمت الله عز وجل خلق خلقا وبدأ الخلق بالعرش وهذا العرش أعظم مما نتصور شيء قليل من العرش الكرسي الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء كبيرة هذا الكرسي والصحراء والعرش أما الكرسي فقد وسع السماوات والأرض الله أكبر خلق الله العرش وجعله على ماء هذا أول ما خلق الله عز وجل ثم خلق بعد هذا القلم فقال له الله عز وجل أكتب قال ما أكتب شو ما أكتب يا رب قال أكتب با هو كائن إلى قيام الساعة وكتب في الذكر كل شيء الله خلق العرش والماء ثم خلق القلم وكتب في القلم كل شيء في لوح محفوظ ثم بعد خمسين ألف عام أمر الرب عز وجل بخلق السماوات والأرض بعد خمسين ألف سنة بدأ خلق السماوات والأرض وتم هذا الخلق كله في ستة أيام خلق السماوات والأرض معا وكانتا متلاصقتين الأرض قسمها يومين وأربعة أيام ومعها السماء كذلك في الستة أيام كلها قل أئنكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين السماوات والأرض خلقت في ستة أيام عرش وماء قلم كتب كل شيء بعد خمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض وكانتا ملتصقتين هذه السماء كانت ملتصقة مع الأرض رتقا متلاحمتين فجأة في هذا الكون المهيب في هذا الكون العظيم يأمر الرب جل جلاله أن تنفصل السماء عن الأرض بل السماء نفسها أن تنفصل إلى سبع طبقات اتصر سبعة والأرض نفسها فجأة تنفصل إلى سبعة طبقات وسبعة أراضين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا منتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله ما أعظم هذا الانفجار العظيم في الكون فجأة السماء والأرض تنفكان وفجأة السماء تنقسم إلى طبقات سبع والأرض تنقسم إلى طبقات سبع كما أمر الله جل جلاله أما السماء فخلقت من بخار الماء الذي على العرش العرش مقلنا فوق الماء شفت الماء هذا كان يخرج منه بخار وهذا البخار كون عظيم خلق ما يمكن أن تصور حقيقته من عظمته هذا البخار صار مثل الدخان في هذا الكون الفسيح هذا الدخان كان هو بداية السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا الله يأمر السماء والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا هذا هو بداية الخلق كما قصها القرآن ما أجمل هذا الكوكب إنه الأرض هذا الكوكب الذي نعيش عليه كم عمره العلم فيه عند الله عز وجل ما هي المخلوقات التي كانت تعيش فيه في بادئ الخلق العلم فيه أيضا عند الله عز وجل لكننا نعلم أن بعد فترة من الزمن خلق الله عز وجل على الأرض خلقا أصله النار سماه الجن لخفائه أصله من نار السموم من مارج من نار من لهب نار لا دخان فيه خلق الله عز وجل ذلك المخلوق وعاش في الأرض مكلفا حلالا وحراما ووجوبا وطاعة ولكن الجن في ذلك الزمان أفسدوا في الأرض أيما فساد وكان الله عز وجل يرسل إليهم الملائكة تعاقبهم على فسادهم وعلى سفكهم لدمائهم وكان مع الملائكة أحد قادة الجن في ذلك الزمان وسمي إبليس وكان في مرتبة من العلم والدين والإيمان ما جعله الله عز وجل في مصاف الملائكة وكان يقاتل الضالين من الجن مع الملائكة وأحيانا كانت الجن تحبس في جزر في البحار عقوبة من الله عز وجل لهم كان منهم الصالحون ومنهم غير ذلك وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض إلا ذلك الجني الذي بلغ مرتبة الملائكة فاغتر بنفسه إنه إبليس الذي عاش دهراً مع تلك الملائكة حتى جاء ذلك اليوم الذي يطلع الله عز وجل فيه ملائكته على أمر سيفعله جل جلاله وما هو الخبر استدعى الرب عز وجل الملائكة في الملائك الأعلى ليست كل الملائكة إنهم الملائكة في الملائك الأعلى فأخبرهم الرب عز وجل أنه يريد جل جلاله أن يخلق خلقاً جديداً وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يعني يخلف بعضه بعضاً قوم يأتون أجيال جيل بعد جيل جيل بعد جيل هذا معنى خليفة يخلف بعضه بعضاً وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل إني جاعل في الأرض خليفة فردت الملائكة من باب الاستفهام ومن باب الاستخبار هي تعلم ماذا فعلت الجن قبل الإنس من الإفساد من الضلال من سفك الدماء طيب الآن المخلوق الجديد سيفعل فعلها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إن أردت يا رب قوم يعبدونك فنحن أهل العبادة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فرد الله عز وجل على الملائكة قال قال إني أعلم ما لا تعلمون أعلم شيئا لا تعلمونه الله يعلم أن من هؤلاء البشر سيخرج منهم الأنبياء سيخرج منهم الصديقون سيخرج منهم خلق أعلى مرتبة حتى من الملائكة نعم قال إني أعلم ما لا تعلمون ويعلم الرب عز وجل إبليس وما يضمره فهو العليم فالله عز وجل أراد أن يكشفه أمام الملائكة وأراد الرب عز وجل أن يخلق خلقا لحكمه من يعلمها الله وبدأ خلق آدم بعد أن أعلم الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق خلقا جديدا أمر الله عز وجل جبريل أن ينزل إلى الأرض هذه الأرض التي سيعيش عليها هذا الخلق الجديد أمره أن يأتيه بتراب من الأرض فذهب جبريل ليأخذ شيئا من تراب الأرض فاستعادت الأرض من جبريل وقالت أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني فخاف جبريل من استعادتها بالله فرجع إلى ربه فأرسل الله عز وجل ميكائيل وذهب إلى الأرض ليأخذ من ترابها فاستعادت الأرض أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني فرجع ميكائيل خائفا إلى ربه فأرسل الله عز وجل ملك الموت به البداية وعنده تكون النهاية أرسل الله ملك الموت إلى الأرض لأخذ من ترابها فقالت الأرض أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني فقال ملك الموت وأنا أعوذ بالله أن أرد أمر الله هذا أمر الله لي فأخذ من تراب الأرض كله التراب اللي تشوفونه أحياناً يكون أبيض أحياناً يكون أسود أحياناً يكون أصفر أحياناً أحمر أحياناً بين هذه الدرجات أحياناً من التراب الصعب وأحياناً من التراب السهل من كل الأرض بين طيبها وخبيثها أخذ هذا التراب وجئ بهذا التراب الذي سيخلق منه هذا الخلق الجديد ولهذا سمي منه آدم عليه السلام فجئ بهذا التراب ثم أمر الله عز وجل أن يوضع معه شيء من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فصار هذا التراب طينا وظل فترة من الزمن طين ثم ازداد تماسكه فصار طينا لازبا أوله تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب أول شيء تراب وضع عليه ماء فصار طينا قال ربك للملائكة إني خالق إني خالق بشرا من طين فازداد تماسكه فصار طينا لازبا متماسكا ثم مرت فترة من الزمن فتغير لونه سود وخرجت وخرجت منه رائحة فصار حمأا مسنونا بدأت شكل ثم مر فترة من الزمن حتى صار كالفخار يابس صار صلصالا كالفخار إذا طرقت عليه سمعت له صوتا والملائكة تنظر ما هذا الخلق الجديد الطويل ما هذا الخلق الذي سيخلقه الله عز وجل ومن مع الملائكة إبليس إبليس كان يطوف حول هذا الطين اللي من صلصال صار الحين ويدور حوله وأجوف داخله ماكو شي كان يدخل من فتحه ويخرج من فتحه ثانية إبليس والملائكة ما تقرب الكل يبيعارف شنو هذا المخلوق الجديد ما حد يقترب منه إلا إبليس نفسه ويقول حق الملائكة لا تخافوا لا تخافوا لئن سلطت عليه لأهلكنه يعني إذا سوى مثل الجن رح أفعل فيه نفس الفعل مع أنه من الجن أصلا إبليس ويقول لهم لا تخافون لئن سلطت عليه لأهلكنه ودخل داخل إبليس نوع من الحقد نوع من الحسد لا الحين لا الحين ما صار شي لا الحين فقط هو طين وصار صلصال وظل على هذه الحال أربعين سنة لم ينفخ فيه الروح والملائكة تنظر إليه وإبليس يطوف حوله ينتظرون تلك اللحظة الموعدة ظل هذا المخلوق من صلصال كالفخار كالفخار عشرات السنين ثم أمر الله عز وجل الملائكة وكان إبليس معهم أنني إذا نفخت فيه الروح فاسجدوا له جميعاً هذا أمر من الله عز وجل تكريماً مهيباً لهذا المخلوق الجديد لأبي وأبيك أبونا جميعاً إنه أول البشر إنه آدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين والملائكة كلها الآن تنتظر وجاءت اللحظة الموعودة وبدأ النفخ في الروح من أين بدأ؟ من الرأس آدم الروح بدأت تدخل من رأسه وهذا الطين الذي صار يابس كالصلصال كالفخار وكلما مرت عليه الروح تحول إلى مثل جسمنا اللحم والدم والعروق كل كل ما في الإنسان يتحول كل ما دخلت إليه الروح تحول هذا الطين إلى جسم إنسان وبدأ من الرأس أول ما بدأ بدأت الروح في الرأس عبس آدم ملائكة كلها بعد تسمع فقالت الملائكة لآدم قل الحمد لله قل الحمد لله فقال آدم عليه السلام والكل يسمع الحمد لله ليحن الروح فقط في الرأس فقال الله عز وجل له يرحمك ربك ثم بدأت الروح اكتملت في الرأس فنظر آدم وإذا بثمار الجنة أمامه في مشهد المهيب الملائكة وفيه إبليس والرب عز وجل والجنة أمامه بثمارها حتى وصلت الروح إلى بطنه إلى جوفه إلى نصفه فاشتهى الطعام مباشرة شوف الفطرة الآن بدأت تتشكل هذه المشاعر هذه الحاسيس هذه الفطرة والغريزة كلها بدأت تتشكل في أبينا آدم الآن أول ما وصلت الروح إلى جوفه على طول اشتهى الطعام فأسرع يريد أن يذهب إلى الطعام ليأكل وليل حين الروح ما وصلت إلى رجله فوثب يريد أن يصل إلى الطعام قال الله خلق الإنسان من عجل إنسان فيه طبيعة الاستعجال من أبينا آدم كل فطرة في أول يوم تشكلت حتى اكتملت الروح في آدم عليه السلام في أبهى صورة وأحسن تقويم فاستوى آدم عليه السلام قائما أمام الملائكة التي ما إرأته إلا وخرت ساجدة كأما أمرها الله تكريما لمن تكريما لهذا الخلق الجديد فسجد فسجد الملائكة كلهم الله أعلم كم كانوا آلاث ملايين مد البصر الله أعلم كم كان عددهم لكن كلهم لم يتخلف ملك عن السجود تكريما لهذا المخلوق الجديد فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد ما حتى تخلف إلا مخلوق واحد الله جعل مع الملائكة معنا مو منهم أصلا هو من الجن لكن الله أكرم لكن شوفوا الآن الغرور شنو سوى فيه شوفوا الكبر إشلون قتله ولأول برة بكل جرأة في السماء يُعصى الله عز وجل ترى شيء خوف بأي جرأة بأي تكبر هذا بأي فسق هذا الذي كان فيه إبليس لوحده يقف والملائكة كلهم ساجدون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين لأول مرة يُعصى الرب عز وجل في السماء ممن من هذا المخلوق الذي كرمه الله لكن للأسف لم يكن أهلا لهذه النعمة ولا لتلك الكرامة سأله الرب عز وجل يا إبليس وهو أعلم به ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العاليم تكبرت على أمري شوف رد إبليس الخبيب شوف الجرأة قال أنا خير منه أنا اللي خلقت من نار أسجد للذي خلق من طين ومعروف عندهم أن النار أعلى من الطين أنا شلون أسجد له طيب الأمر من الله يا إبليس الأمر ليس من آدم الأمر من الله لكن شوفوا الكبر قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وتخيل آدم أول ما فتح عينة يشوف ملائكة تسجد والرب عز وجل يكلم من إبليس وهو يعترض عليه ترى المشهد مخيف لأول مرة يعصى الله عز وجل في السماء كشف إبليس عما في داخله من الكبر من الحسد من الخبث من معارضة أمر الله عز وجل يقول أنا خير منه لما أسجد له وبدأت اللعنة تنصب على إبليس من تلك اللحظة قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين كيف تتكبر على أمر الله يا إبليس حلت عليه اللعنة ونزل عليه غضب الله عز وجل وصار من تلك اللحظة بعد ما كان مع الملائكة صار شيطانا رجيما صار ملعونا وأخرجه الله من الملكوت الأعلى وأنزل قدره مرة أخرى فإذا به في تلك اللحظة يستغل الموقف ما طلب المغفرة من الله ما طلب الرحمة من ربه أبدا أبدا شوف الخبث في إبليس طلب شيء واحد قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون يا رب لا تقبضني الآن يا رب لا تقتلني الآن أريد طلبا واحدا ما طلبك يا إبليس أن أعيش إلى يوم القيامة ما يوم يموت الخلق بعد لا إلى يوم البعث بعد يبي حتى والخلق ميتين يبي يعيش بعد قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون طيب تتوقع يبي يفعل هذا الشيء يتأخر علشان يتوب عشان يستغفر عشان يتقرب إلى الله بعد الجريمة اللي سواها أجابه الله عز وجل فقال قال فإنك من المنظرين سأؤخرك إلى يوم الوقت المعلوم شوف خبث إبليس الآن مع ربه جل جلاله والملائكة كلها شاهدة والملائكة تحضر وآدم موجود تدرون شنو قال إبليس بهاللحظة بعد ما أعطاه الله عز وجل طلبه أن يؤخر عمره إلى يوم القيامة تدرون شنو التحدي اللي تحد فيه رب العالمين شوف الخبث الذي لن تتصور أخبث من هذا قال إبليس قال فبما أغويتني من الذي أغواك؟ الله أغواك يا إبليس أنت صاحب الغواية أنت المتكبر أنت الحاسد الله أغواك ينسب الغواية لربه شوف الخبث فبما أغويتني لأقعدن لهم يعني شفت هذا المخلوق وذريتها اللي رح تيجي بعده ما رح أخليهم شوف شون التحدي لما ضمن أنه رح يعيش ليوم القيامة لأقعدن لهم صراطك المستقيم الله أكبر يعني إبليس يعترف أن صراط الله هو المستقيم شوف الكلمات شوف نختارها إبليس اختيار ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم رح أجيهم من الأمام رح أجيهم من الخلف رح أجيهم من اليمين رح أجيهم من الشمال ما قال فوق ليش ما قال أجيهم من فوق ما يقدر يدري رب العالمين فوق يخاف ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين ما رح أخلي واحد فيهم يستمر على العبادة إلا وأضله قال الله له اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين رح سووا اللي تسوي يا إبليس افعل ما تفعل يا إبليس رح أملأ جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين مو بس جدي واستفزز من استطعت منهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم يعني سووا لتسويه سير جيوشك عليهم ثم قال الله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أنت ممكن ممكن تظل الظالم مثلك لكن عبادي ما رح تقدر عليهم ثم تحد ربه قال يا رب هو يعترف أنه هو الرب لكن شوف الخبث قال يا رب لأضلنهم ولأحرفنهم عن صراطك المستقيم ما بقيت فرد الله عز وجل عليه وقال لأغفرن لهم ما استغفروني إنه التحدي عند رب العالمين وبدأت عداوة إبليس لآدم وذريته منذ تلك اللحظة بعد أن اكتمل خلق آدم ورأى ما رأى من سجود الملائكة وما حصل مع إبليس قال الله عز وجل لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فذهب آدم إليهم لأول مرة أمام الملائكة وهم ينظرون إليه ماذا سيقول لهم قال لهم السلام عليكم فردت الملائكة وقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال الله لآدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك ذريتي نعم أراه الله عز وجل في تلك اللحظات كل ذريته شاف ذريته شوف العدد الله أعلم كم عدد المليارات التي ستأتي من ذرية آدم عليه السلام شاف ذريته آدم عليه السلام وشاف في بعض الناس عليهم نور وجوهم مضيئة وشاف واحد وجهه عليه وضاءة شديدة نور فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود اسمه داود أحد الأنبياء قال كم عمره يا رب؟ قال عمره أربعون عاماً وكان عمر آدم المكتوب لألف سنة وآدم ليحم ما شاف الدنيا ما دخل الجنة ما شاف هذا النعيم فقال يا ربي أعطيه من عمري ستين عاماً لأن ليحم ما شاف الدنيا قال أعطيه من عمري ستين عاماً ليكتمل مئة فصار آدم ألف إلا ستين وصار داود مئة عام كاملة ثم بعد هذا علم الله عز وجل آدم أسماء أشياء كثيرة سيسكن الجنة علمه هذه شجرة هذه أوراق هذه ثمرة هذا طعام هذا نهر هذا كذا علمه أسماء أشياء كثيرة حتى الملائكة بعض الأسماء ما كانت تعرفها ثم صار اختبار بين الملائكة وبين آدم عليه السلام اختبار في العلم من أعلم في بعض الأسماء وبعض الأشياء وعلم آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فسأل الرب الملائكة ما اسم كذا ما اسم كذا ما اسم كذا ملائكة في أشياء قالت ما نعلم يا رب ما نعلم يا رب فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فردت الملائكة قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسأل الرب عز وجل آدم عن نفس الأسماء اللي الملائكة ما عرفتها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم والملائكة تنظر فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انبهرت الملائكة شو المخلوق اللي تو خلق يعرف أشياء حنما نعرفها وعنده علم حنما عندنا هذا العلم شوفوا هذا اللي سألته عن خلقه يعرف أشياء ما تعرفونها شوف كرامة هذا الخلق وكرامة الإنسان عند الله وكرامة العلم وفضله عند الله عز وجل مع ابن آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إنه الله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلق آدم عليه السلام وعلمه الله مما يعلم ثم بعدها أدخله جنة عرضها السماوات والأرض أدخل آدم الجنة وحيدا فريدا هو أول الخلق هو أبو البشر يتجول في الجنة بين ثمارها وأنهارها وأشجارها ونعيمها جنة إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى جنة يتجول فيها آدم عليه السلام الله أعلم كم عاش لوحده أيام شهور سنوات العلم فيه عند الله عز وجل في يوم من الأيام نام آدم ولأنه استوحش في الجنة لأنه شعر بالوحش وإن كان في نعيم لكن لوحده أراد الله عز وجل أن يؤنسه فلما نام خلق الله عز وجل من ضلع من أضلعه اليسرى الإنسان عند أضلع في اليمين وفي اليسار ضلع من أضلعه في اليسار خلق الله عز وجل منه امرأة وصار مكان هذا الضلع انبنى اللحم مرة أخرى وآدم نايم ما يدري عن شيء أخرج الله هذا الضلع وأمر فصارت منه امرأة ودبت فيها الحياة فاستيقظ آدم عليه السلام فلما استيقظ وجدها عنده قال من أنت قالت امرأة قال ولما خلقك الله ليش الله خلقك؟ قالت لتسكن إلي الله لأن الإنسان مهما بلغ في المراتب الرجل لا يسكن إلا مع امرأة والمرأة لا تسكن إلا مع رجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكأن آدم عليه السلام سري عنه وهو وجد نوعا من الفرح فرح أن الله خلق مخلوقا آخر يأنس إليه ويسكن معه الملائكة هنا أرادت أن تختبر آدم آدم اللي يعرف كل الأسماء وحواء نفسها إلى الآن ما تعرف اسمها فقد قالت أنا امرأة فجاءت الملائكة تسأل آدم قالت له ما اسم هذه المرأة؟ فأجابهم مباشرة إنها حواء علم آدم الأسماء كلها قال إنها حواء فتحجبت الملائكة قالت ولم حواء؟ ليش هذا الاسم؟ قال لأنها خلقت من شيء حي الله ترى آدم كان عنده علم الله علمه من العلم لحتى الملائكة ما تعرف كثيرا منه ثم عاش آدم عليه السلام هو وحواء في تلك الجنة لا أولاد ولا ذرية ولكن يستمتعان قال الله عز وجل لهما وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلُوا كُلْشَيْءِ هَذِهِ الْأَشْجَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْثِمَارُ وَهَذَا النَّعِيمُ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا إلا شيء واحد كل الجنة حلال إلا واحد بس شنو يا رب وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ شجرة واحدة بس الله عالم كم في الجنة من أشجار كم في الجنة من ثمار كم في الجنة من نعيم كل حلال إلا شجرة واحدة وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ مو بس هذا حذرهم الرب عز وجل يلا يا آدم ويا حوّى شفت الجنة والنعيم اللي أنتوا فيه ترى فيه مخلوق ما رح يخليكم الحالكم شفت العدو الأول يا آدم اللي ما رضي أسجد لك وقال أنا خير منه ترى راح يوسلس لكم وأنتوا في الجنة من هذا العدو؟ حوّى ما تعرف لكن أنا عرفت قل لا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يا آدم ترى إذا طلعت من الجنة راح تروح دار فيها شقاء دار فيها بلاء خلك في الجنة ودير بالك من شيئين الشجرة هذه لا تقرب لها لا تأكل منها لا تقرب لها وهذا العدو احذروا منه ديروا بالكم من هذا العدو اللي سيحاول كل طاقته أن يخرجكم من هذه الجنة الجميلة بعد سنوات طويلة عاشها آدم عليه السلام مع أمنا حوّى في تلك الجنة بنعيمها وثمارها لم يكون يقتربان من الشجرة أبدا وفي يوم من الأيام كان يمشيان سمع صوت بكاء فاستغربا كأنه تمثل برجل أو لم يروا شيئا لكن الصوت صوت بكاء قالوا ما لك تبكي قال أبكي عليكما تبكي علينا ليش حنا في نعيم قال أبكي عليكما لأنكما ستموتان يوما وتفارقان هذا النعيم ثم ذهب ترك آدم عليه السلام وحوّى يفكران أننا مهما كنا في نعيم يوم من الأيام سنموت نعم صحيح وسنغادر هذا النعيم والإنسان بطبيعته يحب الخلود في النعيم أصلا ثم تركهما فترة من الزمن ثم جاء إليهما فقال لهما يا آدم يوسوس لآدم وحوّى هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى تبي تعيش مخلد تبي الملك الذي لا ينتهي تبي تصير في مصاف الملائكة ما تموت قال نعم كيف قال الشجرة قال أي شجرة الشجرة التي نهاك الله عنها تعرف شنو قصتها يا آدم هذه الشجرة لو أكلت منها ما راح يصر شيء يصر شيء واحد تصير مخلد اللي يأكل من الشجرة يصير مثل الملائكة لا يموت ولا يفنى وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في البداية آدم ما صدقه لكنه أقسم بالله العظيم تخيل إبليس المجرم الخبيث يقسم آدم يقول ما كنت أظن أن أحدا يقسم بربه كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وتركهما فترة من الزمن يأتي وسوس ويروح يوسوس ويروح وآدم في بداية الأمر كان يصده وكان يستعيد بالله منه عدو له وكان يتركه لكن إبليس ضل معه سنوات على هذه الحال حتى جاء اليوم حواء تقول حق آدم عليه السلام ما رأيك لو نجرب نذوق منها بس ما نأكل نذوق من الشجرة أنا أذوق قبلك إذا صار فيني شيء لا تأكل لا تذوق وإذا ما صار شيء تذوق معي أيضا من هذه الشجرة فدلاهما بغرور يمشي أمامهم وهم ورأيحين رأيحين حق هذه الشجرة اللي الله نهاهم عنها الله قال لهم شيئين في الجنة ديروا بالكم منها هذه الشجرة وهذا العدو لكن مع الوقت الإنسان ينسى وهذه طبيعة آدم وذريته العهد ننساه ونضعف في يوم من الأيام طبيعة الإنسان كل بني آدم خطأ آدم عليه السلام نسي العهد اللي بينه بالرب ومشى وراء إبليس حتى وصل هو وحواء إلى تلك الشجرة ذاقت حواء ما أكلها ذاقت ما صار فيها شيء ذاق آدم وقبل ما يذوقون من الشجرة الله جعل عليهم مثل النور يستر عوراتهما لا آدم يشوف عورتها ولا حواء تشوف عورتها ما حد يشوف العورة جعل عليهم مثل النور يضفيه على أجسادهما لكن أول ما ذاق من الشجرة رفع الله عز وجل هذا النور وهذه الهيبة فنظر وإذا بالعورة قد انكشفت أخذت حواء تركض وأخذ آدم عليه السلام يركض في الجنة وكل ما شافه ورق من أوراق الشجر يقطعون يخصفان عليه ماء من ورق الجنة ويغطي عورتها وآدم يغطي عورتها وحواء تغطي عورتها والله عز وجل ناديهم يا آدم أتفر مني يا آدم أتفر مني يقول آدم لا يا رب لا أفر منك لكنني استحييت لكنني استحييت فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وأخذ آدم يبكي وحواء تبكي وهم يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إنها أول معصية عصى فيها البشر ربهم جل جلاله آدم عليه السلام وحواء جلس يبكيان ويستغفران الله عز وجل وظن آدم أن الله عز وجل سيعاقبه لكن الله عز وجل تقبله لكن للمعصية ضرر ما ضرر هذه المعصية أنك ستخرج من هذه الجنة يا آدم الجنة التي عطاك الله عز وجل إياها وحذرك من هذه الشجرة أكلت وعص آدم ربه فغوا ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى تاب الله عليه لكن أنزله من تلك الجنة إلى الأرض إلى هذه الأرض التي كان فيها من المخلوقات الجنة التي سبقوه وأنزل معهم إبليس قال اهبطوا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين هذا أول إنسان ينزل على الأرض آدم عليه السلام قيل والعلم عند الله أن آدم نزل في منطقة في الهند بعيدة وآدم في الجزيرة فالتقيا في عرفات والعلم فيه عند الله عز وجل ثم اجتمع في جمع وازدلف في مزدلفة المهم كان في مكة آدم وحواء أول ما بدأ الخلق واللي قلون إن في خلق قبل آدم من البشر غير صادقين وكلامهم غير صحيح أول إنسان نزل على الأرض آدم عليه السلام وكانت معه حواء زوجته ثم قال الله عز وجل لآدم أنزل إلى دار الشقاء هذه ودار البلاء ودار الاختبار وسأنزل عليك الهداية الهدى قلنا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون خلاص الآن نزلت يا آدم إلى دار الاختبار كنت في جنة لا شقاء فيها ولا اختبار الآن نزلت إلى دار الاختبار ظن آدم عليه السلام أنه خلاص لن يعود إلى الجنة مرة أخرى فظل زمنا يبكي يبكي آدم عليه السلام حتى قال يا ربه جل جلاله قال يا رب ألم تخلقني بيدك قال الله عز وجل له نعم يا آدم ألم تنفخ في من روحك قال الله عز وجل له نعم ألم أعطس أول ما خلقت فقلت يرحمك ربك فقال الله عز وجل له نعم قال آدم أليست رحمتك تسبق غضبك قال الله بلى يا آدم قال يا رب إن أنا تبت ورجعت إليك واستغفرتك أأنت مرجعي إلى الجنة قال الله عز وجل نعم يا آدم نعم يا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم شفت اللي يقولون لنا إن الإنسان الأول ما يفهم ما كان يعرف شي ما يعرف لا يسوي له ثياب ولا يعرف شون يعامل زوجته ولا يعرف هذا كل ترى غير صحيح الله الله لما أنزل آدم علمه كل شي مو بس الأسباء علمه حتى الصنعة علم حواء شلون تغزل شلون تنسج علم جبريل علم آدم شلون يزرع شلون يحصد علمه كل ما يريده في هذه الحياة حتى النار شلون يشعلها حتى الحديد أنزله الله عز وجل على الأرض وعلمه كيف يستفيد منه في يوم من الأيام وفي عرفات وكان آدم عليه السلام جالسا فيها مسح الله عز وجل على ظهره فخرجت كل ذرية آدم للحين ما في ذرية لحين ما صار حمل ما صارت ولادة قبلها أخرج الله من ظهر آدم كل ذريته أنا وياك معهم كلنا إلى أن تقوم الساعة خرجت أرواحهم مثل الذر أمام آدم ونظر آدم عليه السلام إليهم فكلمهم الله وغرس في قلوبهم الفطر ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم كلهم ترى حتى فرعون حتى مجهل حتى أكفر الكفار وأخبث الخبثاء من ذرية آدم عليه السلام الله سأله كل الناس كل البشر ألست بربكم قالوا بلى ترى كلهم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ لا تجوني يوم القيامة تقولوا ما ندري هذه الفطرة غرسها الله عز وجل منذ تلك اللحظة في ذرية آدم جميعاً وبدأت الحياة على وجه الأرض ترجمة نانسي قنقر